من قربين بن علي في كامتحال الأوروبي ما مدى مسؤولية السعيد في هذا الأمر لكم الكلمة سيدي طبعا المسؤولية هي أساسا سياسية وكان منتظر هذا كان منتظر منذ بداية استهداف القضاء في تونس كان واضح بأن هذا سيؤدي للنتيجة التي نراها اليوم ما أعلنت عليه اللجنة الأممية التابعة للأمم المتحدة السنة الماضية في علاقة باستهداف القضاء التونسي كان واضح بأن نتيجته هو أن القضاء في تونس لم يعد مستقل أو على الأقل محاولات استهدافه وإلحاقه بالسلطة التنفيذية يضعف من قراراته وتجعله طرف غير جدي في هذا الملف الأمر الآخر عدم تمكين القضاء من إمكانيات إضافية للقيام بالأمر ما له أيضا على المستوى الدبلوماسي يعني عندما نعلم اليوم بأن ثلث البعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج لا يوجد فيها رئيس للبعثة سواء سفير أو قنص العام وعندما نعلم بأن صفراءنا في أهم الدول الأوروبية نحكي على إيطاليا نحكي على ألمانيا في برلين نحكي على دول عدة لا يوجد فيها رئيس بعثة وأيضا العديد من القنصوليات ينقصها رئيس بعثة فهذا دليل بأنه كان واضح منذ مدة طويلة بأن هذا الملف ذهب إلى النتيجة التي نرىها اليوم فحقيقة العاملين أساسيين ساهموا في هذه النتيجة العام الأول هو استهداف القضاء عندما يكون هذه ملفات قضائية لم تعد سياسية في البداية كانت سياسية في السنة الأولى أو الثانية 2011-2012 إلى منتصف 2013 كان لابد من جهد دبلوماسي وعاضد هذا العمل وهذا ما وقع فعليا وسنعود إلى ذلك بالتفصيل ولكن بعد ذلك أصبحت الملفات قضائية بامتياز ويجب فقط توفير ما يلزم من إمكانيات للقضاء ليقوم بدوره أنتم أستاذ أنور كتبتم وتمت محورتكم في كبرى الصحف السويسرية حول هذه الموضوع يعني حتى نفهمت واسا أن المرتكز الأساسي لهذا القرار هو قضائي بمعنى ماذا؟ الأصل فيه هو لا يتم أنه عندهم حقوق طالما عندهم حسابات في البنوك الأوروبية ارتكزوا على المعطى الثوري وتم تجميد لعشر سنوات لكن بطبيعة الحال الاتحاد الأوروبي والقضاء الأوروبي مش مش ينتظر الدولة التونسية عقود من الزمن أعطاها فرصة في هذه النقطة بالذات يعني يرفع تم جزء ما يتحمنوش السعيد باعتباره ما صار متواصل ولكن عندما يعين السعيد في أكتوبر عشرين والفين هذه اللجنة وهنا نشوفها بالأمر الرئاسي عدد مئة واثناش لسنة وعشرين يتعلق بإحداث لجنة خاصة نفس القانون أو المرسوم لعينه الأمر لعينه يقول ترفع اللجنة كل ثلاث أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها هو عنده عميل ليس الأصل فيه السعيد يكون متابع لهذا الموضوع ولا يدعي الآن أنه متفاجأ بهذا الأمر طبعا هذه اللجنة هي لجنة إعلامية وليست لجنة جدية للعمل العالمي لفات لكن فيها اسمحني سي أنور هاو تركيبة متاحة مثلا ما احنا نشوف فيها هاو نشوف تركيبة متاحة يترأس وزير شؤون الخارجية والهجرة وتنسيب الخارج أو من ينوبه لجنز ترجاع شكونا فيها؟ الوزيرة مدير الدول الرئاسي من ينوبها وزير العدل أو من ينوبه وزير الاقتصاد المالية ودعم استثارة من ينوبه وزير الملك الدولة محافظة بنك المركزي هاو ناقصهم هذا مكان الصناد هالدولة بكل حاضر استاذ حسين ما قصدته أنه كان الأعلان على تأسيس تلك اللجنة للتسويق الأعلامي ليس أكثر كانت توجد لجنة في صلب رئاسة الجمهورية في 2012-2013 وتشرفت برئاستها وكان فيها من البنك المركزي وزارة الخارجية وزارة العدل وزارة الخارجية وزارة الدفاع كل الوزارات كانت ممثلة فيها وكانت تتلقى تقرير يعني كل ثلاثة أشهر ولكن ليس من اللجنة ولكن من مكتب المحامات السويسر الذي كان يشرف على الملفات لمتابعتها وبالتالي هي ملفات قضائية أساس ويرفع تقرير أسبوعي لرئيس الجمهورية عن تقدم الأشغال وليس بعد كل ثلاثة أشهر كان هذا عمل اللجنة صلب رئاسة الجمهورية التي عملت على هذا الملف في البداية أنه نحن هنا نتحدث عن اكتشاف العجلة يعني نأتي بعد عشر سنوات ونعيد استحداث لجنة ولا تقوم بشي عملي ولا يعقد لها أي اجتماع ثم الهدف منها والملفات كلها بيد القضاء كلها إجراءات قضائية يعني عوض الحديث عن لجنة سياسية ووزير الداخلية ووزير الخارجية والعدل وغيرها أين البنك المركزي في هذا أين بالأساس لجنة قضائية ليس لجنة متابعة قضائية للملفات توفير الإمكانيات للقضاء توفير مترجمين يا سيدي ربما نعود عن الصعوبات ولكن من ضمن الإشكالات الكبيرة التي تعرض لهذا الملف هو أن العديد من الملفات لم يقع رقنها أصلا لم ترقن ولم تترجم يعني هنا الخلل يعني نحن عوض أن نرقن أحكام صادرة في تونس لا نذهب أين تصبح الأولويات نحن السنة الماضية تم تبرئة حليمة ابنة زين العبدين بن معلي في ملف كان متواصل منذ عشر سنوات تقريبا وتم تبرئتها في تونس في تونس طبعا بعدها بأشهر في نفس الشهر تقريبا شهر أكتوبر أو نوفمبر 2021 تم تبرئة بالحسن الترابلسي والطويل كذلك في نفس القضايا مع العلم أنه بالحسن الترابلسي ربما نعود إليه بأكثر تفاصيل في ملفه ولأنه متابع في فرنسا أيضا في ملفات كثيرة وتم تبرئته في تونس تم تبرئة منذ شهرين تقريبا سعيدة العجربي وبالتالي هذا ما صار كامل بما يعني أن الدولة التونسية في زمن الانقلاب هي تذهب نحو تفتيت هذا الملف وليس إيجاد حلول جدية له عمليا على الأرض ما وقع هو تبرئة كل من يذهب للقضايا في ملفات في تونس يتم تبرئته بالمناسبة الأسماء التي وقع رفع التجميد عنها هي للأمانة ليست الأسماء الرئيسية في الملف هي درجة ثانية الأسماء الرئيسية في الملف لو حبيت نعطيها لك بالاسم هي الثمانية أو تسعة أسماء نتحدث عن مازال مشمول زين العبدين بن علي بالمتابعة حتى بعد وفاته لم يرفع من القائمة طبعا ليلى الترابلسي صخر الماطري زوج نسرين بن علي بالحسن الترابلسي المتابع في عدة ملفات في فرنسا مثلا وفي الكندا وسويسرا منتصر المحرزي وقدور بن كزيز اللي هو متزوج من نفيسة ترابلسي ودرساف بن زين العبدين بن علي واللي هي متزوجة من سليم شيبوب وسليم شيبوب طبعا هو مش مشمول في القائمة هذه ولكن هو أيضا متابع في ملفات في سويسرا وسيرين بن علي اللي هي كانت متزوجة من مروان مبروك وتم الطلاق حتى يتم تبرئته في وقت يصف الشهد وسليم زروق هذه الأسماء التسعة اللي زالت مشمولة اليوم لديها ملفات في سويسرا والاتحاد الأوروبي والكندا ومشمولة بالإجراء القضائي اللي فيها ملفات مفتوحة من 2011 و2012 ولم تغلق إلى اليوم طبعا الملفات الأخرى مهمة ولكن يعني إذا حصلنا ونتخوف الحقيقي أنه سويسرا والكندا وحتى الاتحاد الأوروبي تكون الخطوة الجاية خلال الثلاثية الأولى من 2013 من 2023 هو غلق الملف بالكامل وشبه مؤكد أنه لم يقع رصد أي اعتمادات مالية لهذا الملف على الأقل في سويسرا والكندا طيب أستاذ أنور الغربي ذكا سيدا مشاهدين احنا أكثر من مرة تنولنا هذا الملف وبالفعل كان معنا الأستاذ أنور وكذلك الأستاذ رضا العجمي المحامي سويسرا للنائف الملف هذا وكانوا نبهوا عبر ممبر حصاد 24 إلى ما حصل هذه الأيام خطورة يعني رفع التجميد على هذه الأموال ترجمة نانسي قنقر